موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس للتدعي درس اليوم هو اليونت الثامن الدرس الرابع والأخير من منهج اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي وموضوع الدرس let's sing فن نغني أو دعنا نغني موجود في صفحة 107 كتاب الطالب صفحة 107 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بغناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك لإستاذ طاحسين المدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تقوم من خلال هذا المعرف صفحة 109 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة listen and sing استمع وغني write the missing words اكتب الكلمات الناقصة هنا عبارة عن أغنية يطلب من عندي أن نستمع لهذه الأغنية وأثناء استماعي أكمل الفراغات اللي موجودة ومنطنياها بهذه الأغنية حسب ما موجود في المقطع الصوتي بالكلمات اللي موجودة بأعلى هذا التمرين إذن راح نستمع المقطع الصوتي نتبع وياه ونحاول نحل الفراغات أثناء استمع المقطع الصوتي track 110 unit 8 lesson 4 listen and sing write the missing words our goodbye party there's going to be a party it's the end of year 5 we're going to have a party for you and you and me we're going to have a party you must come and see we're going to have lots of fun and everyone is going to come we're going to have a picnic and play in the park we're going to stay there very late and go home when it's dark we're going to have cake and jellies strawberries and big red cherries there are going to be games there are going to be races there's going to be a quiz about countries and places so please bring your friends they can all come along now let's get ready and sing this song so let's get ready so let's get ready so let's get ready with the question let's get ready we'll be going to have a quick hens we'll 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 have a quick hens مثلاً number one أولاً say how old are you قل كم عمرك هذا السؤال الشفوي قديس عندي يا الأستاذ بالانتحان الشفوي فلازم التلميذ يعرف يجاوب مثل ما يعرف يجاوب مثلاً what's your name ما اسمك my name is Fulan أنا اسمي Fulan how old are you كم عمرك فلازم يعرف يجاوب يقول مثلاً I am 13 years old أنا عمري 13 عام number two say where you are from من أين أنت فهنانا كذلك التلميذ لازم يعرف يجاوب هذا السؤال أخذناها بالدرس الأول I am from Iraq three say what sport do you like best ما الرياضة التي تحبها أكثر شيء مثلاً أقول I like football best number four where are pandas from من أين دبابة الباندا هذا السؤال الشفوي مهم جداً مثلاً the pandas are from China فشأقول they are from China number five say the time قل الوقت هذا شون أقوله it's 12.30 إنه 12 و 30 دقيقة number six what time do you go to bed ما الوقت الذي تذهب فيه إلى النوم فمثلاً أقول I go to bed at 10.30 أذهب إلى النوم الساعة العاشرة والنصف number seven what is a shark like كيف يبدو الشارك القرش أخذنا صفة القرش إنه dangerous خطير فأقول it's dangerous إنه خطير number eight say sport you like قل رياضة تحبها مثلاً أقول I like tennis أو فقط تنس number nine تاسعاً how often you clean your teeth كم مرة أو كم بالعادة تنظف أسنانك قلنا نجاو على هذا السؤال بطريقتي يعني أما باستخدام ظروف التكرار التي تجي وراء الفاعل أو باستخدام على هذه المرات التي تجي من نهاية الجملة مثلاً أقول I always clean my teeth أنا دائماً أفرش أسناني always جتي وبعد الفاعل number ten do you help at home هل تساعد في البيت فمثلاً أما أقول yes I do أو no I don't أو أقول I often help at home أنا دائماً أساعد في البيت number eleven how often do you watch TV كم مرة أو كم بالعادة تشاهد التلفاز فمثلاً أقول I often watch TV أو I watch TV twice a day مثلاً إلى آخري باستخدام عما ظروف التكرار أو عدد مرات number twelve would you like some water هل ترغب ببعض الماء فشأقول أما yes please أو no thanks فمثلاً أقول yes please number thirteen do you exercise هل تتمرن كذلك أما yes I do أو no I don't number fourteen what do you eat for lunch ما الذي تأكله على العشاء فمثلاً أقول I eat chicken أنا أكل الدجاج number fifteen where can you buy bread and cakes من أين تشتري الخبز والكيك من يا محل من محل بيكري الخباز from baker أو from bakery number sixteen where is the toy shop أين محل الألعاب أنا بكيفي أجاوب بالطريقة التي تعجبني مثلاً أقول it's next to the bank إنه بجانب المصرف أو it's opposite the school إنه مقابل المدرسة بكيفي أجاوب بالطريقة اللي تعجبني باستخدام أحد حروف الجر اللي أخذناها تعبر عن الأماكن بعد number seventeen where were you at ten thirty yesterday أين كنت الساعة العاشر والنصف البارحة فمثلاً أقول I was at school كنت في المدرسة number eighteen what are you going to do tomorrow ما الذي سوف تفعله يوم غد أجاوب باستخدام زمن المستقبل مثلاً I am going to see my friends سوف أرى أصدقائي بعد number nineteen on holiday I forag lots of photos في العطلة أنا فراغ الكثير من الصور شن الفعل المناسب للفراغ الفعل يلتقط فش أقول أقول take أو took التقطت أو ألتقط number twenty what seven years did you buy on holiday من الهداياة التكارية التي اشتريتها في العطلة كذلك مثلاً أقول I bought a key ring اشتريت ميدالية مفاتيح number twenty one it's my bag it's mine هذه هي حقيبتي إنها لي هذه ضمار التملك وصفات التملك اللي شرحناها بدرو السابقة بعد number twenty two to fly you travel by فراغ لكي تطير عليك أن تسافر بواسطة فراغ بواسطة شنو بواسطة بلين الطائرة number twenty three which country would you like to visit ما الدولة التي ترغب بزيارتها وما البلد الذي ترغب بزيارتها مثلاً أقول I would like to visit France I would أو أرغب بزيارة فرنسا أما الجملة الأخيرة say your favorite food قل طعامك المفضل مثلاً أقول I like fish أو فقط أقول fish بالأخير كاتب لي well done أحسنت you are amazing أنت مذهل هذه آخر جملة موجودة بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي أتمنى أني أكون وفقت بنقل المادة لكم بأبسط صورة وأكون ما قصرت إياكم بالرد على رسائلكم استفساراتكم وكذلك أسئلتكم المتعلقة بالمنهج انتظرونا إن شاء الله بحلقات قادمة بدروس قادمة بناهج قادمة بنفس الطريقة اللي شرحنا بيها منهج الخامس الابتدائي ختاما شكرا لمتابعتكم في الفيديو أي سؤال أو استفسارة وظافة حبوة تقدموها تقدرون تتواصلونها على حسابات المودة دماغكم على الشاشة اشتركوا في القناة